بسم الله والحمد لله ونعيش سعادة ابتداء ما بين زوج ونزوجة خصو يكون على واحد سواري متينة من هاد السواري المتينة هي القضية ديال الراجل عندك يمشي يبقى يضرب نمرة والرسول صحيح سيقولك لا يضربوا خياركم وحيد نجيو واحد سؤال وضعوه ما حكمو الضرب في الإسلام نقولك شي واحد ايه ولا كنا في القرآن لا الدرب في الإسلام حرام الدرب هكا مجرد حرام وخدي نجيو ليه لواحد الحلقة اللي عندنا في واحد السلسلة ديال الدعوة للعنف حقيقة أم الدعاء وهدي نتكلموا على هدي الدرب حرام يور كنا وضربوهن وكي قول الرسول صلى الله عليه وسلم أمروا أبناءكم بالصلاة وأبناء سمع السنين وضربوهم عليها لعشر لا هذا مفهم خطأ علاش لأن هذا الدرب اللي يتكلم عليه الإسلام عندوا واحد تسعود شروط لدرها لدر الإسلام بمعنى أن واحد شروط إعجازية إذا بغيت تتبق ضرب يجب تكدير هذه الشروط هذه وإذا ما توفرش هذه الشروط رسا ما تضربش وتجي القاعدة العامة لا يضربوا خياروكم وأنت الزوج عند بالك أنت هاد البنت هدي اللي أعطيتي فيها واحد ججريال ديالدك صداق بأي حق شكول أعطاك الحق باش غدي تنوضوا تضربها إذا كان خدامة خدامة سخارة مولات الميناج جلج في فليك هذا خدامة ودرت شي حاجة ولا شي حاجة ودفعتها آه تمشي ترفع بك دعوة المحكامة وتمشي تدير بك الشيكاية القانون الشغل ويجي ويعقبوك فما بلك هادك المرأة اللي انتويها دير واحد العقد سماها الإسلام ميثاق غالد وأخذنا منكم ميثاق غالدة فأي حق هذه تضربها لماذا سوف يغيحيت عندكم تلك القوة وبغيتي تتعدى وبغيتي تنتقن نسيت بأن المنتقم هو الله سبحانه وتعالى فالرسل سعسى ما قال لك لا يضربوا خياركم وإذا كان في القرآن والتي تخافون نشوزهن فاعظوهن وهجرون في المضاجع وضربوهن فإن طعنكم فلا تسبعوا علي النساب لا فنجيو نفهموا القرآن خلال رسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو اللي تبيننا المعاني ديال القرآن فالرسول صلى الله عليه وسلم طبق الهجر في الفيراش والرسول صلى الله عليه وسلم طبق الوعد للنساء دياله ولكنه ما طبقش الضرب ولتنعائشة رضي الله عنها كما شف صحيح قال لك ما ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيديه لا دب ولا إنسان إلا أن يكون في الحرب فلهذا هو هو التطبيق هنا بمعنى أنك أنت الغارات ديالك ديال ذاك الضرب اللي هو قل الإسلام ضرب تأديبي ماشي انتقام ماشي تبرد الغدايد انت قلت تبرد الغدايد معنى فعلتي هرستي شي حويج وزتيل هذي كلم راح تأي ضربتها تعديتي عليها وهرستي البناء ديال الزوجية هرستي الأسرة وتقول راه العيالة لي فعلين تركين لا الرسول صلى الله عليه وسلم قالنا خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله وما كنش هنا خيرية إلى مشي تضربتها بل كثير من هاد الشي الرسول صلى الله عليه وسلم ما كنش في صحيح تتعجب وتقول لي كيفاش هاد الإنسان هادا وهاد النفسية دياله اللي يضرب المرة في الصباح ويجمعه في الليل هادا حتى الحيوان ما كنش عنده هادش هادا حيوان حي تنشفوه في هاداك الشي ديال ناسيونال جيوغرافي كي تيكون واحد اللي انسجام والتراح ومتألف ما بين الذكار والأنثة ديال ذاك الحيوان وعمر ما شنا حيوانات أنثوية تشكام الحنوية الذكورية في مج مجال ديال الحيوان بمعنى أن هاد الإنسان اللي سيمارس هاد الفعل هادا هو أشد من الحيوان لهادا قصد ربي أولئك كالأنعام بلهم أضل وهدم البناء ديال الأسرة فلنحضر من الضرب وما نسرعوش نمشيو إلى تقلقنا نخويه بالدار والسلام عليكم ورحمة الله